موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم في السطر الأول تمتد إشكالية الثقافة في العراق نحو إشكالية الشعر العراقي ولكن في الشعر العراقي العربي الفصيح هذا الشعر الذي يعد في العراق أو يصنف على أنه أبو الثقافة الذي امتاز به العراق عن بقية الثقافات واللمسات الفنية الأخرى فذائقة الشعر في العراق لها وقع خاص ولكنها أيضا تعرضت إلى إشكالية كبرى كادت أن تجعله في غياه بالنسيان إشكالية الشعر العربي نطرح حولها مشاهدين الكرام أسئلة هل الشعر العراقي الفصيح إلى زوال؟ وهل الشعر العراقي يعيش حالة من العزلة والاغتراب عن مجتمعه وبيئته وإلى أي درجة بات الشعر الشعبي بديلا عن الشعر الفصيح؟ نبدأ الحوار بعد قليل إن الشعر يولد في العراق فكن عراقيا لتصبح شاعرا يا صاحبي الشعر هو أكثر تجليات الثقافة في العراق لأسباب عديدة يعرفها أكثر المشتغلين في هذه الحقول وبما أن الشعر حقلنا الأصيل ووجهنا الثقافي المهم فإن مراجعته بين مدة وأخرى واجب ثقافي بوصف العراق نافذة مهمة من نوافذ الحداثة الشعرية العربية وله إرث عظيم منذ الحضارات الأولى وأول نص قيل في هذا العالم وأول ملحمة كتبت على وجه الأرض وأول شاعرة أنشدت الشعر هنا حتى أيام العباسيين إذا فالحديث عن الشعر العراقي هو حديث عن إرث عظيم وحاضر مهم استجاب لمتطلبات الحداثة فكان السياب والملائكة والبيات والبريكان وساركون بولس وعشرات آخرون من خيرة الأسماء الشعرية في العراق لذا فالمسؤولية الشعرية هي مسؤولية مضاعفة ماضيا وحاضرا حين نلتفت للراهن الشعري العراقي نجد مشهدا مؤلما مختلفا عن كل المشاهد السابقة وهذا لا يعني عدم وجود تجارب كبيرة ومهمة إنما وجودها لم يشكل فارقا مهما ولم يؤثر في بقية المشهد الشعري العراقي الذي اختلط فيه الجيد بالرديل وأصبح ممتلئا بالحص الكثير وبالقليل من الدر واللؤلؤ فالمشهد الشعري الموجود حاليا ليست له علاقة بالشعر العراقي الحدثي الذي انبثق نهاية الأربعينيات واستمر حتى أجيال ما بعد الستينيات إشكالية الشعر العراقي في السطر الأول أهلا بكم الجديد مشاهدنا الكرام أرحب بضيفة السطر الأول السيدة الأستاذة زينب جبار مرحبا سيد زينب مرحبا دكتور أهلا وسهلا بحضرتك سعداء بوجودك معنا في السطر أنا اللي سعيدة بهذه الاستضافة الكريمة شكرا جدا عليك سيد زينب بلغتي ما بلغتي في برنامج أمير الشعراء وربما كان هذا البرنامج هو مفتاح أن يعلو صيتك كشاعرة في العراق فمبارك إلى ما وصلت إليه شكرا جزيلا ولو كانت هذه التهنية يعني متأخرة ولكن كان وكأنه مشروع ولادة شاعرة عراقية فدعيني أبدأ من فكرة ما الذي يتبادر إلى ذهنك من وحي فيجعل القلم يبدأ بالكتاب مرة أخرى شكرا جزيلا دكتور الكتابة الشعرية هي هاجس لدى الإنسان أنا أزعب أن الإنسان يولد وهو شاعر لا يمكن أن يكون شاعرا طارئا لكن ممكن أن ينمي هذه الموهبة أو أن يقتلها في وقت مبكر أنا من الذين أسعفهم الحظ فكانت الظروف مواتية فنمت لدي هذه الموهبة نمت منذ الطفولة التي لم أكن أكتب فيها الشعر ذات الهاجس يتملكني إلى الآن الهاجس الذي كان يدفعني للبحث في كتب إخوتي في الذين كانوا يسبقونني عمرا لقراءة كتبهم في الثانوية الأدب والنصوص والمطالعة لأجد نصا أقوم بحفظه لقراءته في الاستفاف المدرسي هو ذات الهاجس الذي يدفعني الآن لكتابة نص مصطلح الهاجس هنا استوقفني حقيقة هل الهاجس هنا مخاوف أم الهاجس هنا تحفيز؟ رغبة بالانطلاق الشعر طاقة أنت تتملكك طاقة داخلية تحاول أن تعبر عنها بشطة الطرق عندما كنت طفلة كانت تعبير عنها بالحفظ والوقوف والإلقاء أمام الناس والاستمتاع بهذا الشيء لكن حين بلغت من العمر عاتية صرت أبحث في الكتاب الذي فيه داخلي صرت أبحث عن الأفكار التي فيه داخلي كل هذه الأشياء صارت هي الهاجس الذي يدفعني للكتابة فهنا كلمة الهاجس تحديدا هي كلمة الدافع المحفظ نعم فكرة الأفكار حقيقة يعني أضع فكرة كتابة البيت الشعري أو النص الشعري ما بين ضفرين لأن حقيقة البرنامج يعتمد على الأطروحات الفكرية نعم كيف تولد الفكرة؟ يعني هل الموقف يولدها؟ هل الإحساس فقط هو الذي يولدها؟ يعني أم هناك هواجس ومحفزات أخرى بالإمكان أن تعتمد من قبل؟ كل مرحلة عمرية راح تكون فلسفة الكتابة فيها مختلفة في بداية الكتابات في سن متقدم يكون الكاتب يعتمد على مشاعره أكثر على العاطفة التي تواجهه يوميا في سن مبكر من المراهقة وما بعد المراهقة في بداية العشرينيات كن العاطفة هي المسيطرة ومهيمة على كل تفكير الشخص وهي الحافز الذي يدفعه في أغلب مفاصل حياته حتى أنه يشعر أن لا مشكلة في الحياة سوى مشكلته العاطفية مثلا هذه أيضا تدون في الكتاب لكن حينما نتقدم أكثر نجد أن الحياة بمفاصلها تبتعد تماما عن العاطفة تصبح شيء ثانوي فتدخل في فلسفة الحياة فالفكرة تتعلق بالمكنون الداخلي ربما شخص يصل إلى الخمسين وهو ما زال يكتب في مراهقته لأن فكرته الفلسفية متعلقة في ذلك الوقت لكن عن نفسي تحديدا وربما من أعرف أيضا تتقدم فلسفة الكتابة لديهم بتقدم الوعي وحتى المواضيع التي تتناولها غزليا تتناولها بشكل آخر ولا تستطيع أن تكتب بالمباشرة يعني سابقا كنت أكتب البيت كما أشعر مباشرة أدون البيت وخلاص بيت شعري وأفرح به كثيرا لكن الآن الأمر اختلف هناك المزيد من المحاذير أولا المحاذير الوعي بالصورة الشعرية الصورة الشعرية هو أن تأتي بالمعنى مغايرا يبهر القارئ وإلا يصبح كلام يعني لا حاجة له للوزن والقافئ يصبح سجع فقط نحن بحاجة إلى بلورة الكلمات لإخراجها بصورة مبهرة القارئ يدرك معناها لكنه يزدم بها كثير من الشباب لديهم القدرة على الكتابة كتابة السجع كما تفضلت أو كتابة النصوص الطويلة لكنها غير خاضعة للقواعد الشعرية لكتابة الشعر وبالتالي هنا قبل أن أدخل في كثير من المحاور ما هي روافد تدعيم الكاتب يتحول إلى شعر؟ الموهبة والقراءة والإصرار والحوافز كل هذه الأشياء تتداخل فيما بينها لتخرج شاعرا متكاملا حين تقام المهرجانات الشعرية الشبابية تجد أسماء عديدة كان في مهرجان معين أظن اسمه جواهري جواهريون كان أعداد الشعراء الذين دون سن الخامسة والعشرين يصل تقريبا إلى مئة شاعر لكن بعد ذلك لما يتقدمون في السن تجد أغلب الأسماء اختفت أينهم؟ تغربلت هذه الأربع نقاط التي عددتها هي التي تغربل الشعراء حتى يصل في سن متقدمة إلى أقل لذلك هم في قلة نعم يتنقصون الموضوع حرامي كلما نزلت في السلسلة تجد الشعراء أكثر إلى أن تصل إلى العدد أقل الموضوع لا يتعلق مثلا باختفاء الشعراء لوفاتهم لا لكن تركوا الشعر شغالات الحياة تأخذ الشعر يعني في بعض الحياة يتوفى الشعر ولكن يترك موروث كبير جدا بالإمكان أن يكون هدي لمن بعده في مسألة الكتابة أو يكون مدرسة خاصة مسألة الهرمية تقودنا إلى التساؤل الأول في محاور الحوار سيد زينب إلى أي درجة الشعر العربي الفصيح عند العراقيين تحديدا عند الشعراء العراقيين يعني في انحدار في نزول ليحل محل الشعر الشعبي والله أنا لا أشعر أن الشعر العراقي في انحدار هذه حقيقة لدينا أسماء مبهر حينما تتصفح في الشعر العراقي وتتصفح في شعر الوطن العربي تجد أن الشعراء العراقيين إلى الآن يتصدرون القائمة أسماء لا أريد أن أدخل فيها لكن لو بدأت بالعدل لننتهي وكلها أسماء رنانة تتعلم منها الشعوب الأخرى كتابة الشعر اليوم يعني لو تتكلمين عن إرث لا اليوم أنا أتكلم عن شعراء معاصرين موجودين أسماء كثيرة رنانة وأينما حلوا في أي محفل كانوا في مقدمة الأسماء المشكلة هوين؟ المشكلة الوحي بالشعر اختلف يعني يوجد فاصل بين جمهور الشعر والشعراء وأساسا الشعراء في نقد مستمر للحالة الشعرية لكن أنا أراهن أن الشعراء ذاتهم الذين ينتقدون الحالة الشعرية لم يطلعوا على كل التجارب أنا هذه مجموعة الشعرية صدرت منذ أشهر أراهن أن ربما ثلاث شعراء فقط من العراق قرأوها هل يعرفون ما تكتب زين؟ هل اطلعوا عليه؟ الفكرة صارت حتى الانطباعات التي تأخذ هي انطباعات سطحية أنه خلاص لا يوجد شعراء هنا سنأتي إلى العزلة أو الاغتراب ما بين الشعر والجمهور والشعراء لكن أنا لا زلت في مسألة تقييم الذائقة الشعرية العراقية نعم يعني رحلت السؤال العام نعم بغض النظر عن الأسماء حتى لا يتحول الموضوع إلى ترويج تسويقي لأحد ولكن هل نستطيع أن نعدد عشرة أسماء لا زالت تكتب الشعر وتنافس على المستوى العربي ولديها إصدارات كثيرة حتى نعرف بأن الشعر العربي الفصيح في العراق لا زال على قيد الحياة عشرة أسماء قليلة والدليل أنك عندما تقيم مهرجان وتريد أن تدعو عدد من الشعراء لن تتوقف القائمة مهرجان في الشعر العربي الفصيح مهرجان في الشعر العربي الفصيح الشعر بالتالي هو مهنة والمهنة تتحمل أن يكون شخص متفوق وشخص أقل تفوق فهناك شعراء في المقدمة وشعراء في الوساطة وشعراء في الآخر لا أتحدث عن شعر منافس شعراء منافسين أكثر من عشرة بكثير نعم يعني أنت في كل افتتاح لمهرجان المربض في كل جلسة تجد سبع شعراء يقرؤون مثلا الأسماء الرنانة لا أتحدث عن الأسماء المستجدة المغمورة بالضبط الأسماء الرنانة تجد سبع ينافسون وكلهم يستحقون أن يقرؤوا في الختام أو في الافتتاح فلا أنا بالنسبة لي لأني مطلعة أنا أقرأ تجارب الآخرين أطلع باستمرار أحاول أن أعرف إلى أين وصلوا فلذلك تجربة العراقية بالنسبة لي ناجحة ما يوحي أن التجربة العراقية تراجعت هو الهوة التي بين الجمهور وبين المطلعين وبين الشعراء من المسؤول عن هذه الفجوة ما بين الشاعر وجمهوره الحياة بأسرها جميع مفاصل الحياتية التي خلقت هذه الهوة الشعر ليس حالة منفصلة هو انتماء إلى سلسلة حياتية متكاملة لا تستطيع أن تفصلها انشغالات الحياة التفات الناس إلى السريع من المتعة الشعر بالتالي متعة كانوا في ثمانينيات الناس تقرأ الشعر لأنها تستمتع به تجد غايتها فيه أما الآن تجد وسائل التواصل تجد متعة الخروج والسفر الحياة انفتحت فأخذت الناس هناك رأي آخر يقول بأن الشاعر في برج عاجي وهذا ما خلق الفجوة بينه وبين المجتمع يعني يعتقد بأنه يعيش في زمن غير زمانة يعتقد بأن هناك فجوة ثقافية ما بينهم وبالتالي لا الجمهور قادر إلى الارتقاء إلى مستوى الشاعر ولا الشاعر قادر إلى النزول إلى مستوى الجمهور عسى ولعله أن يرفع الجمهور معه في المستوى الثقاف هو على الشاعر أن لا يخبط بمستوى شعري لكن ربما يكون متساهلا في إيصال الصور يعني لا تكون الصور الشعرية مبهمة جدا هذا في حال أتحدث عن الكتابة القصور الوحيد هو عدم وجود تنسيقات فعلية للوصول إلى الجمهور الذي يمكن أن يحفز على الإطلاع على الشاعر يعني مثلا أنا من دخلت إلى الوسط الأدبي إلى الآن لم أجد مهرجانا شعريا جادا في إحدى الجامعات العراقية مهرجانا على مستوى يعني كل المهرجان يقام في جامعة مثلا جامعة بغداد ويدعى شعراء من الجامعة أيضا كي يكون حافزا لهم للمشاركة حينها ستجد شاعرا هنا وشاعرا هناك يعني على ذكر الجامعات أتذكر لما كنت في أنا كنت في الجامعة المستنصرية فكانت كلية الهندسة معزولة في بناية لوحدها فكانت أكتب وما كانت أدنى آلة طابعة فأكتبها على ورقة وأستنسخها نسخ وكان الزميلات يقلنا بتعليق هذه النصوص على الجدران في الأركان كان معاون العميد يرسل الحراس لتمزيقها كان يرفض فحالة الشعر مفوضة هذا كان نمط محارب للشعر أو للإبداع والله إلى الآن أنا ودي بدون ذكر أسماء أصل إلى هذا الدكتور وأسأله أنه أين كانت المشكلة؟ كانت المشكلة في طبيعة النصوص؟ أم في فكرة الإبداع؟ أم لأنه ننتمي إلى جامعة مثلا كلية علمية؟ لا أعرف السبب حقيقة ولم أسأله يوما ولكن بقيت أسر فهذه فجوة لما زملائي مثلا كانوا يجدون أنه الشاعر محارب وكانت أكو فكرة أنه هذه البنت شاعرة كأنه في خلل يعني في الجامعة ولم يكن حالة صحية حتى يقتل يعني روح الإبداع ربما حينما يجد الشاعر أن أوراقه تمزق فهذه حرب نفسية حرب نفسية واضطررت إلى ترك هذا الأمر يعني بالمرحلة الأخيرة اعترضت على فكرة أن لا ينزل الشاعر إلى مستوى الجمهور نعم ولكن لم لا إذا كان الهدف هو ليس النزول بالمستوى وإنما النزول إلى طموح الناس في استماع شيء حتى يستهويهم فيرتقوا إلى مستوى أعلى يعني ما الصيدة فليكن لا أتفق مع هذا الأمر نحن بحاجة إلى أن نضع خارطة طريق الموضوع هو بحاجة إلى دراسة أنه كيف نردم هذه الهوة ربما مثل ما تفضلت حضرتك أنه نرتقي بالذائقة بما هو ممكن نجذب الناس فيتحولون إلى قراء مثلا جيدين طبعا هي ما رح تهيمن على الجميع نحن أيضا سنقصد فئة معينة نعم ثم يدخلون في الجو الشعري يعني أنا أسأل حضرتك هل تعتقد أنه في العصر العباسي هو العصر الذهبي كان جميع الناس يتداولون الشعر يعني كان مادة مثل ما نتخيل الآن لا أعتقد صعب يعني صعب إلما كانت هناك شريحة معينة هي التي تتداول الشعر هذا الأمر ربما قلة شريحة يعني الكثير من الأسماء ظهرت في العصر العباسي لكن ما وصل هو القليل ما هو المائز منها لكن أيضا الناس أساسا وسائل يعني كان الشعر موجود في مدينة أساسا تعداد المدينة كم كان؟ أربعة آلاف شخص؟ كم الذين كانوا يستمعون للشعر؟ مائزين شخص فأشعر أن المسيرة الحالية هي مسيرة اعتيادية لكن بحاجة إلى رفع مستوى بحاجة إلى القرب من الناس بطرق مدروسة وأنا أشجع على أن تكون الجامعات العراقية هي البوابة لردم هذه المساحة قبل ما أنتقل إلى إشكالية الجمهور في التعامل مع الشعر يعني كل الضغط الآن في الحوارات يحمل الجمهور مسؤولية أنه لا يتعامل مع مستوى الشعراء وأعتقد أيضا هذه إشكالية كبرى لكن خليني أنا الآن أتبنى وجهة نظر الجمهور وأحمل الشعر المسؤولية بمعنى أنه كثير من الشعراء لا يلجأون إلى وسائل التواصل المتاحة مع الجمهور التي تمثلها السوشال ميديا اليوم ولا زالوا عند كتابة النصوص الورقية لأغراض التربح يقول لك أنا ما أربح شيء من السوشال ميديا فالكتابة الورقية واللجوء إلى الكتب والمكتبات هو الأكثر ربحا هذه الفرضية خليني أسميها هل هي حقيقية أم مبالغون فيها يمكن هي مغايرة ما هو التربح من الكتابة الورقية يأتي عن طريق المبيعات والمبيعات تزداد بازدياد عدد الجمهور والجمهور صار يأتي من وسائل التواصل الاجتماعي الحلقة متكاملة لكن هو إحباط أصاب البعض هي أكون صادقة أنا أعرف أسماء شعرية ممتازة تكتب نص لا تجد عليه أكثر من تعليق واحد وخمسة لايكات هذا يسبب إحباط للشاعر فينسح هذا شاعر حينما يقرأ على منصة والنخبة تكون موجودة يصفق له الجميع فيجد طفل أصغر من عنده بعقد من الزمان أو عقدين يقول شعر شعبي ممكن أميات اللايكات والتفاعل والشعر الشعبي والمغريات وهو خمس لايكات فقط هذا إحباط لذلك أنا أعذر الشعراء لكن أيضاً في مشكلة أنا أعاني منها كشاعرة إلى الآن فعلاً في شعراء أنا أقرأ نصوصهم لا أعرف ماذا يريد أن يقول مشكلة لا تتعلق بالشعر العراقي ممتاز بشكل عام أتحداً ممتاز يخي ماذا تريد أن تقول طيب الجملة ما هي الرسالة من نار المتواخات من كتابة هذا النص الشعر يجب أن يكون هناك وحدة موضوع هناك شيء أريد الوصول إليه أقرأ النص جملة شعرية رائعة ثم ماذا انتهى النص وأنا لا أعرف ما هي القصة لماذا كذب النص لماذا هذه صارت متداولة هناك العراق حتى نرجع للعراق في مدارس شعرية متعددة ضمنها هذه المدرسة مدرسة المجهود هذه مدرسة تعتبر يعني هذه ليست إشكالية شعرية هي إشكالية لكن صارت مدرسة لكثرتها أنت حينما يتكاثر ماذا تسمى هذه المدرسة الغير عارفين يعني فعلا لا يعرف ماذا يريدون أن يكون وكأنها هي عبارة عن مجموعة أبيات شعرية لكنها ملصقة تلصيقا وبالتالي من يقروها لا يستنبط منها فكرة بالضبط دكتور أحيانا الصدر والعجز لا يرتبطان ببعض لكن جملة شعرية رأنا كجملة أرنانة وموزونة ومنضبطة نحويا وكل شيء لكن هي بدون هدف وهذه مشكلة أيضا الجمهور في جلسة لأدونيس قال فيها القصيدة الغزلية التي لا يستطيع فيها الحبيب أن يقرأها لحبيبته فتفهم ما يريد وتستمتع بها بلاها هنا هذا يدفعنا بعد الفاصل للحديث عن مسألة أخرى تتعلق ب ليست عدم فهم الشاعر لما يكتب أو عدم قدرته على إيصار رسالته لكن في بعض الأحيان أنه انحدر ربما انحدارات لا تريق أن يصل إليها ناقشها بعد الفاصل سيد زينب أستأذنك بفاصل قصير مشاهدين الكرام أرجو أن تبقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام وحياكم الله مرة أخرى وأرحب بالأستاذة زينب جبار أهلا سيد زينب مرة أخرى خلنسمع شوية من الشعر وآخر ما كتبتي قبل أن نمضي إلى نقد الشاعر يعني ونحمله بعض المسؤولية نسمع عسى ولعل أن نقرب الناس إلى الشعر الفصح والله بما أن حضرتك طلابت آخر نص فرح أضطر تكون القراءة على الهاتف قصيدة هي قصيدة التفعيلة وهذا ما لا أفعله دوما هي رسالة إلى أخي في غربته أتعرفني؟ أتعرف وجهي الآن؟ وكم ذبلت ملامحه وكم عاما به خانة؟ وكم ناديت أسألكم لعل ختام كابوسي بهذا العمر قد حانة؟ أنا وحدي أنا وحدي هنا الآن وكم سقفا أويت له لأهجركم وسقف الأمس ما هان على جدران غرفتنا مفارشنا أصابعنا أعدد كل ما كان أجرب أن أمد يدي أناولكم بها صحنا يبدد وحشة الإفطار لتولد في قنان الماء عيون الوجد والأنهار ويخذلني بريد الكون فلا أرض أعود بها ولا غيم ولا أمطار ولا حجر بنا لانا أنا وحدي هنا الآن صغارك لم أحدثهم ولم آلف لهم وجها ولا صوتا ولا لغة غريب طبعهم عني وتجهلني طبائعهم فما زانوا بعمتهم ولا قلبي بهم زانا أنا وحدي هنا الآن أنفذ كل ما عندي من الأيام والتكرار أحاول أن أشق غدا عصي الدمع والتذكار فأبسم في وجوه الناس ويضحني من الأسرار ما أخفي وما بانا أنا وحدي هنا الآن أهز قبور إخوتنا ولا أمل أراهم يجلسون هناك فأقصدهم فأبتحلوا وأدنوا كي أقبلهم وعانقهم وأطفئ نار فرقتهم فتحرقني ولا أصلوا أنا وحدي هنا الآن وكنت بآثر العنقود وكنت بآثر العنقود وقد غادرتم العنقود ريانا شكرا شكرا سيد زينب فيه نوع من العتب وكأنه يعني ليس فقط استذكار المآثر والمواقف ليس كذلك نعم فيه نوع من العتب فيه نوع من العتب لعل الله يجمعكم لعل الله يجمعكم سوية ويجمع كل مقترب مع أصدقائه وأهله أرجع إلى الشاعر إلى أي درجة الشاعر انحدر نحو أن يكون على مقربة من السياسي على سبيل المثال فصار الشعر بضاعة تباع وتشتار حاليا مكثير الناس تكتب عن السياسة لكنها لا تتقرب من السياسي ومن يتقرب كيف تصني فينا يفقد هويته بالشعرية الآن المجتمع العراقي رافض تماما للشعراء المتزلثين خلينا نسميهم المتقربين من السلطة أساسا هو الشعر التقرب من الصلاة طين والملوك هو من الأساس هو شعر غير محبب رغم جمال الجمال الشعرية في كثير من الأحيان لكن حين تكتب عن الحزن مثلا تكون صادق لا تستطيع أن تكذب بمشاعرك وداخلك لكن حين تكتب في المديحة أنت تكتب عن شخص لا تعرفه عن كثب أصلا فتنتقي أفضل الجمل وتقولها وتصدرها لذلك لا تصل القصيدة إلى القلب أنا لم أردت أدخل في أسماء لكن عبد الرزاق عبد الواحد شاعر غير مختلف عليه شاعر عراقي مذهل في قصائده الوجدانية أرث كبير لعبد الرزاق عبد الواحد الله يرحب لا تترك الباب تدري أنهم رحلوا خذوا المفاتيح وارحل أيها الرجل هذه لحالها نص من الشجن فيه من المستاقية عبد الرزاق حلق حينما يبتعد عن السلطان لكن حين يكتب عن السلطان تجد هناك فجوة بين سماع النص لكن ربما الشعراء لحد ما قبل 2003 كانوا يجدون بالتقرب من السلاطين وسيلة للانتشار فأنا أحذر الناس وفي بعض الحال وسيلة للعيش نعم خاصة في ظل في ظل الفجوة الموجودة ما بين الشاعر والجمهور يجب أن يسامح الناس الشعراء الذين كانوا قبل 2003 الذين غردوا لأي سلطان لن أذكر أحد على وجه التحديد ليست جميع هناك من أسهب في القضية لكن بصورة عامة كانت الناس تريد أن تعيش تريد أن تأكل وتشرب والشعر كان وسيلة للعيش الفكرة المضادة للمديح للمديح تجاه السلطان تحديدا هي الهجاء أليس كذلك؟ لست مختصا بالشعر ولكن أفهم السياق الشعري بهذه الطريقة لو أن شاعراً هجى السلطان وهجى الواقع السياسية بشكل عام إلى أي درجة سيجد اليوم قبولاً بفعل الفجوة الموجودة ما بين الجمهور والسياسي ما بين الجمهور والسلطان؟ سيتم قبولاً بشكل عالي لكن لأننا لا نمتلك سلطان على وجه التحديد العراق بلا اسم محدد لكن اليوم هناك كمهاء من الصلاطين بالضبط يعني إن كان سابقاً سلطان واحد نعم فاليوم كلهم صلاطين بالضبط فلذلك تجد الشاعر يكتب بالجملة يتم العملية السياسية برمتها يدخل في هذا الجانب فالجمهور يتفاعل وهذا نص يعتبر خط أول خاصة على المنصة هذه النصوص هي نصوص مهرجانات أكثر مما هي نصوص مكتوبة تلاقي تفاعلاً وقبولاً عالياً من الجمهور وعلى كل المستويات وتنتشر وتنتشر هل بالإمكان أن يكون الهجاء وسيلة لتضييق الفجوة ما بين الشعر العراقي العربي الفصيح مع الجمهور نعم ممكن أن يكون هو بوابة للدخول نحن مقصرون مقصرون في انتقاء المواضع أغلبنا يهرب إلى أماكن هو مرتاح فيها ولا يفكر في الجمهور أين يرتاح نعم نحن بحاجة إلى مثل هذا النوع من النصوص وبحاجة إلى أن نعي أن الشاعر ما عاد مثل الأمس يجب أن يكون كاتباً ممتازاً فقط منذ الثمانينيات منذ عهد محمود درويش أصبحت الظاهرة الصوتينية وطريقة الإلقاء والكارزمة والظهور كلها تجتمع لتشكل شاعر زمان لما ما كانت آلات تصوير وكانت تصلنا للنصوص مثل ما هي وربما كانت هناك مؤاخذات على بعض الشعراء منذ ذلك الزمن على طريقة إلقائهم كانوا يقولون فلان لا يلقي شعره بشكل جيد لكن نصه ممتاز نصه ممتاز حالياً رغم الاعتراضات لكن أنا أتفق الشاعر صار يأتي نسميها باكتش متكامل صوت وصورة وكارزمة وحضور ويجب أن تسجل في أماكن تستقبلها الناس بصرياً بشكل جيد كل هذه العوامل تخلق الخارطة الأساسية التي تحدثنا عنها بداية لردم الهوة مع الجمهور هل بالإمكان ابتكار هجاء إصلاحي في الحالة السياسية العراقية؟ ممكن ليس بالضرورة أن يكون الهجاء تسقيطياً سلبياً قادحاً ذاماً وإنما يكون إصلاحياً بمعنى ينتقد ويدلل السلطان وجوقة السلاطين باتجاهات إصلاحية محددة والله دكتور حضرتك ليدة تقدر نحن مواضيع ممتازة أني أتمنى تجتمع بالشعراء وتقترح هذه الأمور أظن أننا في الوقت الحالي لم نلتفت إلى يعنى عن نفسي لم ألتفت إلى هذه المواضيع ولم أحاول الكتابة عنها أساساً أهرب إلى المنطقة الآمنة التي أنا فيها يعني تبحثون عن الأمان؟ نبحث عن الأمان تبحثون عن اللاصدام؟ اللاصدام وكي أكون صادقة صرنا نبحث عن ما يوائم الذائقة العربية لا أريد أن أنفق يعني لأن الاحتضان العربي جمهوركم عربي للشعر صار أفضل من الاحتضان المحلي صرنا نكتب بما يوائم الذائقة العربية أكثر تهيئ نفسك لدعوة في بلد ما تكتب النص يعني قبل يومين كنت أتحدث أنا وأحد الأخوة عن مسابقة شعرية قريبة فكنا نقول ما هي النصوص التي ستكتب هل نكتب في السياسة؟ لا أبداً ربما الذائقة لن تتوائم مع السياسة فنحن لدينا نوع من التقصير آمل أن نعمل على إنهائه في الفترة المقبلة البعض يعتقد بأن هناك فجوة ما بين الشعراء أنفسهم نعم هل هي توضع في سياق الحسد عيشة أم في سياق التنافس الغير محمود وقد تكون هذه الفكرة مبالغ فيها في فجوات بين الشعراء هناك مجامع مجامع كل مجموعة تنغلق على بعضها وتسني وتسقط الآخرين نعم هذه موجودة المنافسة في كل ميادين الحياة ليست في الشعر فقط نعم لكن أخشى بأن هذه التكتلات الشعرية يعني على أسس استقطابات وليس على أسس مدارس لا ليست على أسس مدارس أسس ارتياح أنت ترتاح لي تجدني شخص مناسب صديق مناسب ربما عندك منفعة معي ربما نحن لدينا عدو مشترك اشتركنا في حديث في غيبة أحدهم فاستأنسنا بهذه الغيبة فكتبنا شعرنا كتبنا شعرنا فاصرنا مجموعة يعني لا يوجد هناك استقطاب هوياتي لا لا أبدا ليست مدارس شعرية تجد شاعر نثر مع شاعر عمود مع شاعر تفعيلة مع روائي تكتلات ثقافية ليس لها أساس من العلمية هي فقط تكتلات وحتى هذه في المهرجانات ربما وارج على الأمر أنا حضرت مهرجانيا فقط طيلت مسيرتي بالعراق وأنت منافسة على أمير الشعراء حضرت مهرجانيا فقط في داخل عراق لقلة المهرجانات أم لقلة الدعوات لانسحابي من الوسط أنا انسحبت من الوسط الأدبي هذه الفجوة التي تحدثنا أنا انسحبت ليس لأسبابي ليس لعيوب في الوسط أنا اخترت أن أنسحب وأختار طريق أشقولي وحدي لكن شاهدت هذه التكتلات كان لما يعتلي المنصة شاعر من النواة ألف يدخل الشعراء أصدقائه ويصفقون له بحرارة وواة عندما انزل من المنصة ويخرجون إذا صعد شاعر من المجموعات نعم نيوت هي كانت مسلية على فكرة يعني خليها تنافسية نعم نأتبرها قبل أن أنتقل إلى محور مؤلم حقيقة هو غزل الشعر الشعبي وإزاحته وإزاحته عفوا لفكرة الفصيح هل فكرتم بكتابة نشيد وطني خاص بالعراق النشيد الوطني المعمول به اليوم ليس فيه خصوصية للحالة العراقية لا يذكر اسم العراق مطلقا وبالإمكان تلاوته في أي محفل لدولة أخرى لكونه عائم وبالتالي لماذا لم يعمد الشعراء إلى كتابة نص تنافسي حول النشيد الوطني العراقي يكون خاصا بالعراق على حسب علمي أقيمت أكثر من مسابقة لاستقطاب الشعراء لكتابة نشيد وطني لكن أظن ما يعاب على هذه المسابقات أنها طلبت من الشعر طلبت أن يكون النشيد متكاملا وليس قصيدة فقط أكتب الناس وأجد شعر مغني يغني وملحن هذه ليست مهمتك ليست مهمة الشعر أنت تساعد بالمهمة اترك الشعر يكتب الناس وانتقي أنت مغنيا وفرقة وملحنا فجعلت الذين يتنافسون على هذا الموضوع أقل عددا لكن المشروع قائم حسب علمي وزارة الثقافة أظن هي ماضية في هذا الموضوع وتأمل أن تعمل به وكان الأبرز هو نشيد كاظم الساهر سلاما عليك على رافد عراق القيم لو تسألني أنا أتمنى يكون هذا نشيد وطني يعني هل هو مرشح أن يكون أم هذا اجتهاد شخصي لا 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 هذا اجتهاد شخصي لكن قيل في فترة ما لما الأستاذ كاظم الساهر أعاد غناء النص وتوزيعه وقيل أنه تم اختياره لكن ما عرف ماذا حصل بعد ذلك هل كل النصوص الشعرية تغنى؟ لا لا يمكن لا حسب المقامات ما ميزة النص الشعر الذي يمكن أن يقال عنه أنه يغنى أو غير قابل للغناء؟ الشعر الغناء تكون جملته خفيفة مفهومة هل كتبت شيء عنه؟ حاولت لكن ربما لم أفلح يعني لا أعتبر نفسي أفلحت في كتابة مثل هذا النص لكن كل النصوص لا تغنى بهذه الطريقة المتعارف عليها لكن جميع النصوص تغنى وفق مقامات أخرى مقامات أكثر هدوءاً وسلاسة أنا غير ضليعة لكن بالتالي هو لحن نحن نكتب على اللحن الوزن هو الحان نعم لذلك هي تغنى غير الغناء هذا المتعارف عليه نعم هل شعرتي بالخشية بأن الشعر الشعبي صار بديلاً عن الشعر الفصيح في الحالة العراقية؟ هو خليني أقول لحضرتك نعم أنا بالبداية كنت شعرة شعبي في البداية كنت أحفظ فصيح شكتبت في الشعر الشعبي؟ أكتبت غزل ويعني ما محبذ يعني إنه أقرأ نعم لكن هي كانت المحاولات للكتاب الشعبي حينما تبع الكتاب به هو أقرب إلى النفس هو يترجم تماماً ما تريد أن تقول لكن أساساً قاموسي اللي في داخلي هو قاموس فصيح حتى كانت لغتي الشعبية تجمع ما بين الفصيح والشعب نعم اللغة البيضاء فانتقلت بعد ذلك إلى الفصيح هل تخشين من غزو للشعر الشعبي على الشعر الفصيح؟ هنا أصنفه نوعاً من الغزو الثقافي أنا لا أخشى هو غزى الشعر الشعبي يعني كلمة الخشية تكون قبل أن يحصل هذا الشيء لا الشعر الشعبي مهيماً على كل مفاصل الشعر أنا لما أقول أعرف عن نفسي وهذا ما لا يحصل كثيراً أنا أقول أنا شعر شعبية يعني أقرأي لنا لما أقرأ فصيح أشعر فيه رد فعل سلبي كأنه ماذا تقول يعني فالناس ثقافتها الشعبية عالية لكن المشكلة مو بالشعر الشعبي بما يحتوي الشعر الشعبي الشعر المحكي هو موجود منذ القدم كل الأزمنة كانت مواكبة له أظن أن المشكلة تبدأ من الأغنية الأغنية أصبحت تكتب بشكل فيه يعني يعني فيه نوع من المبالغة في الهبوط بالمستوى الثقافي يعني تقصدين بأن الشعر صار شعراً غنائياً مفرطاً هو ليس شعر غنائي أنا أقصد أنه الجمهور الهو بين الشعر والجمهور تبدأ من الأغنية يعني لو فرضنا نرجع إلى الثمانينيات كانت أغاني الثمانيات هي مداركم ما هي كانت بالمحكي صح؟ لكن كانت الكلمات على مستوى من الرقي والفهم ترفع من ذائقة الجمهور أساساً فالشعراء المحكيين أيضاً كانوا بمستوى ثقافة عالي عريان السيد خلف ما يكتبه لا يشبه ما يكتب الآن من الشعر المحكي ياريتنا نكتب شعر محكي مثل عريان السيد خلف لكن نية الكاتب في تلك المرحلة نية الشعر أن يغنى ولا يتلى في مناسبة شعرية جامعة أو في مسابقة شعرية أقليمية أو دولية أحياناً في نصوص تكتب وهي من البداية نيتها أن تغنى وهناك نصوص قرئت بعد ذلك تمغنائها يعني المطرب الفلاني يطلب من الشعر أكتب لي في هذه المسلحة بالضبط هناك نصوص موجهة لأن تكون مغنات وهناك نصوص واجهتها الصدفة لأن تكون مغنات فهي المشكلة مترابطة أنا أخبرت حضرتك أنه لنحضار الشعر ومترابط لا يمكن أن تفصل الأمور الأغنية والشعر الشعبي والشعر الفصيح والحياة برمتها هي دورة حياة متكاملة تؤثر كل واحد على الأخرى هل نحن انهبطنا يعني انحضر المستوى في الحياة في الشعر فقط حضر في التعليم في الطب في مفاصل كثيرة في الغناء نفسه في الرياضات أيضاً انحضر المستوى ربما بعض الرياضات تتقدم لكن أيضاً هناك هبوط يعني اللي أفهم يعني أنت كشاعر ليست لديك مشكلة مع الشعر الشعبي ولكن مع مضمون الشعر الشعبي بالضبط مع مضمون الشعر الشعبي إذا كان الشعر الشعبي سيرتقي بالناس بمستواهم الثقافي سيبحثون عن ما هو أفضل لكن الشعراء يهبطون بهم إلى مستوى أحياناً تصادفني على وسائل التواصل المنصوص مشكلتي ما صارت في المحتوى فقط أقول كيف وقف هذا الشاعر وقرأ هذا النص أو كيف وقفت هذه الشاعرة وتقول ما تقول يعني حتى مشكلة الحياة الاجتماعية يعني سقط الحياة عن الوجوه لم تعد هناك أقنع كل ما يريد أن يقال يقال يعني بجرأ بجرأ لا توجد رقابة هل هناك مدرسة في الشعر اسمه الشعر الجريء مثلاً؟ في الأيروتك وهو شعر جريء جداً أنا بالنسبة لي لا أصل إلى هذه المناطق لا هو طبعاً هذا الشعر ينبغي أن يكون مقبول اجتماعياً وكأن تتحدثين عن شعر من المفترض أنه غير مقبول اجتماعياً ولكن اليوم يلقى رواجاً يلقى رواجاً عالياً جداً في ناس تتعمد أن تبدأ مشوارها الشعري بكتابة الأيروتك مثلاً في سبيل أن تلفت يعني الأنظار لها أكو مستوى آخر من الشعر أعتقد أنه أيضاً يلقى رواجاً اليوم على حساب الذائق الشعرية هو الشعر الطقوسي دعيني أستخدم هذا المصطلح أوكي إلى أي درجة أيضاً هذا الشعر الطقوسي الذي يتحدث عن مناسبات دينية ربما لم تعرف في داخل المجتمعات هو بالتالي شعر غايات ما هي الغاية من كتابة هذا النص؟ هل هي تقرب إلى فئة معينة من المجتمع؟ هل هي أن تبرز هوية انتمائك إلى هذه الجهة؟ هل تريد أن تتقرب به من شخص بأم عينه؟ فهي غايات أضف لذلك في ناس فعلاً استهوا هالأمر وأصبح التكتب فقط عن الطقوس هناك شعراء خاصين بالكتابة عن الطقوس مثلاً الطقوس الحسينية وشعراء مجيدين جداً رائعين يكتبون بحزن آلي ويجد نفسه في هذا الموضوع تراجيديا عالية تراجيديا عالية يعني مثلاً جواهري الجواهري كتب في المديح أربع نصوص في الملك حسين وفي خامنة وأربع نصوص أعرف وكتب عن الحسين عليه السلام حينما كتب عن الحسين وجدت نصة مختلف تماماً لأنه كان مديح لكن ينبع من الداخل كان صادق فيه في مشاعره ولم يكن جمل جاهزة فأي شيء غير مبالغة يعني رب ممكن يدعوة للاقتداء بالجواهري يعني ربما في هذا السيام أكتب بالطقوس لكن أكتب بإيجابية لا تفعل المواضيع السلبية يعني أكتب عن مآثر هؤلاء الأشخاص أياً كانوا عن طقوسهم أكتب عن شجاعتهم عن عزمهم عن إصرارهم عن ثوراتهم لكن لا تتناول الأمر مثلاً بطائفية وتفرقة هنا ندخل في مساحة أنا ضدها أختم في هذا وسريعاً أيضاً باختصار جداً لأن الوقت يداهمنا الشعر كان سبباً الشعر المغنى تحديداً كان سبباً في الوحدة الوطنية وفي استعار الحرب الأهلية في العراق كانت أغاني حسام الرسام سبيلاً لإحياء النفس الديني وتشخيص عفواً النفس الاجتماعي النفس الوحدوي نعم اليوم هل كتبت شيئاً عن العراق بالإمكان أن يصنف ضمن خانة إحياء المشتركات الوطنية ما بين شعب متعدد الهويات والانتماءات الفرعية والإثناء نعم كتبت عن العراق نعم ربما ليس بهذا التناول لا عرف أن كنا نختم بهذا النص مثلاً نعم أمضي وعشقك في دمي معقود من كل قافية إليك أعود وأطوف أخصان المضي دوائراً تتنسم الخطوات وهي تميد وكأن شمساً لا تمر على غد إلا وحبك حاضر ويزيد إلا وعندي من هواكة حكاية فيها النجوم على السهادي شهود فيها نهايات غرقت بحزنها عن كل بدر في ثراكة تعيد عن كل أعذاق بأول طرحها والنخل فاطمها فإن تريد أمضي وما زالت رباك تعمني فالأرض أقصاها لديك حدود يا والد التاريخ صغت ملامحاً مذ يوم أولهم إليك بعيد لأراك تشهد للجميع بنصرهم فدم الأبوة بالصغار سعيد وإذا تمادوا في بيان عقوقهم ستقول طيش عابر ويبيد جميل إنه العراق إنه العراق يعني لو ربما تحدثت القصيدة باتجاه أن يرد اسم العراق أو ترد اسم معالم لكي يفهم القارة أنه عن العراق لأني استهليت نصبي العنوان عراق الروح فاستدرج ربما كان نعم دلالات التاريخ بلا شك كل التوفيق ستزين شكراً جزيلاً لك نراك في محافة يفخر بك العراق وأتمنى أن يحيى الشعر الفصيح من خلالكم أنتم المجتهدون في كتابة النص الشعالي كل التوفيق وشكراً جزيلاً مرة أخرى على وقتك الله يحفظك دكتور شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً لك نشكر لكم طيبة المتابعة السلام عليكم اشتركوا في القناة شكراً جزيلاً لكم شكراً جزيلاً لكم